اعتقد أن خطاب أوشيش من الناحية النظرية هو خطاب مميز بكل موضوعية وبالتالي فخطاب أوشيش لم يتناسع كما قلت عقيدة الأففاس في الدفاع عن مبادئ السياسية والمبادئ الأخلاقية عن خلاقة العمل السياسي وعن حق الشعوب وعن حق المواطنين في عدلة قوية عدلة مستقبلها اعتقد كذلك أن خطاب الناس سيد أوشيش يعني خطابه عقلاني موضوعي نجح إلى حد كبير في استقطاب النخبة خاصة النخبة لأنه الشيء اللي يتكلم عليه كان اللي يتكلم عليه هي مبادئ ربما يمكن تسويقها لنخبة السياسية وممكن كذلك تناولها من الجهة من الهيئة الناخبة بكل تواضع إذن شكر موصول للأخ يوسف أوشيش أنه يعني دفع وعرض وسوق مبادئ قد نشترك فيها جميعا كوطنيين كأحرار كحقوقيين من أجل إقامت هذه المبادئ والدفاع عنها وإثبتها في الميدان ترجمة نانسي قنقر